اليوم للأسف انه كل اشي عام يسيس سواء بدراسة الحضارة البيئة انه طيب معناته هذا الاله هو اله الدماء يعني هاي الوصف اللي بيوصفه اله العهد القديم على الاقل انه اله الدماء هل لا يرضى الا بالدم وليه لان الدم يعني الموت واجرط الخطيئة التي قالها الله من تكوين اصحاح اتنين يوم تأكل منها موتا تموت وكرارها في حسقيال النفس التي تخطئ هي تموت وفي روميا ستة تلاتة وعشرين لان اجرط الخطيئة هي موت فالدم هنا يعبر عن الموت واذا ما حصلش الموت يبقى ايزا سيظل الموت يطاردني انا الذي ارتكبت الخطيئة لكن الله في نعمته الواسعة قبل مبدأ التمثيل والبدلية قبل مبدأ التمثيل اولا ادم مثلني في السقوط وانا سقطت في ادم وهذا واضح من روميا اصحاح حمسة بدء من اتناشر لكن لماذا البعض بيقول ده مش عادل طب ده الامل الوحيد لخلاصي كنا الله قبل البدلية في ادم فهو قبلها ايضا في ادم الاخير اللي هو المسيح والمسيح مات بدالي انا انا موت في المسيح لذلك موت المسيح اتحسب لي وانا نغوت الى الابد